عبر الهاتف السيد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطنية الأسبق سيادة اللواء أهلا وسهلا بيك يا فنم أهلا بيك يا سيدي أهلا بيك يعني في البداية تابعت إزاي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع أبطالنا في سينة من القوات المسلحة طبع حب أنا بتابع حاجة كده بشرف وروح مع نواية عالية وأنا بره وانا بره القتال فأنا بلك اللواء القتال بشكلهم إيه قائد الأعلى قتلوا سلاحهم يزورهم وفي حاجة كده زي كده في الدنيا راجل عارف ناسه بتخاتل إزاي وبشد أزلهم إزاي وهو مش عليكم ما زال شعوره الداخلي إنه عايش في وسطهم وعايش بين رجالته وإن الحرب مسؤولية من أصغر جندي لغاية الأقوات الأعلى القتال وبالتالي لها وقع وتأثير في العملات النفسية على الجنود وعلى الزباط وعلى المواطنين كمان اللي في سينة يشعروا إن الرئيس عندهم يسهيبهم في حربه وماشي لا دعا شيء عظيم جدا ومش هتلاقي في مكان تاني مش هتلاقي في مكان تاني بالتأكيد يا فندي موجود القيادة القيادة العليا للقوات المسلحة القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرافقه القائد العام أيضا للقوات المسلحة وكل المسؤولين في الدولة المصرية على الصفوف الأمامية في الجبهة مشاركة للجنود والضباط دا مش وليد اليوم إحنا بنتكلم على دا من قديم الأزل وهذا الأمر هو سنة الجيش المصري التي وضعها لا فرق بين ضابط أعلى وبين مجانم الصغير وعلى هذا الأمر في الستينات استشهد الفريق عبد المنعم رياض بالتأكيد ربنا يحفظ قادتنا قادة الدولة المصرية في هذه الأونة التي تحارب فيها خفافيش الظلام ولكن هي سنة دعمتها القوات المسلحة عبر الزمن برضو لازم برضو نفرق في حاجة في الحرب التقليدية كنا بنقول زيارة القادة للخطوط الأمهية شيء عظيم وبيرفع معنويات فما بالك بقى لما بزور قوات القاتل إرهابي جاء الدار بيطلع من تحت الأرض ممكن ما تشكوش أو يشوفك وحياة القادة بعمارات الخطر أكثر من حروب للتقليدية يبقى دا مشاركة واجدانية مادية على الأرض مش بالصورة دا على الأرض موجودة فالجندي بيلاقى القادة الأعلى قلط لها جنبه بيلاقى القادة الأعلى قلط لها جنبه المدني اللي أثناء القتال أثناء قتال الإرهاب ووقت المدنيين جنبه رئيس الدولة يعني الرئيس الدولة عايش في وسطنا ما هواش بعيد عننا مش بيدي هو من الآخر الدنيا هو قاعد لأ ده أشهاي بكل حاجة قد تامعين ايه يعني أنا يساعدني على أن أنا أستمر في قتال الإرهاب بكل قوة دفعة وعن يقين تماما أننا حقق النص إن شاء الله إن شاء الله يا فندم السيد اللي هو تقييمك ليه إحنا بنتكلم عن 16 بيانا للقوات المسلحة خرج من العملية الشاملة سيناء 2018 بنتكلم على عدد كبير جدا ضخم من الأسلحة التي تم كشفها كانت مخبئة داخل الأرض وأيضا مع الجماعات التكفيرية بنتكلم على أطنان وأطنان من المخدرات سواء الحشيش أو البنجو كانت متواجدة في سيناء تبعت إزاي كل هذه البيانات وكل هذه الأمور التي تم كشفها البيانات قد صراحة زي ما قلنا قبل كده في أكثر من مرة ما هي إلا عبارة عن تنزيل لأعمال قتال بدأت من حوالي شهر ونصر الأول اللي بياني الأولاني بل الأول كان بيان صرافيزي بقولك إحنا هنعمله طبعا والبيانات القتالية قالت كل قطاع تم التنفيذ إزاي وإيه اللي إحنا كشفناه وعشان الناس تصدق لما كنا بتقول إن سيناء اتجهزت في خلال السنة بتاعت الإخوان تجهيز مصرح عمليات تجهيز جيوش موسط وخبرات أجنبية محترفة كان الناس مخدرش مصدقة في التوقيت المكانشي الجيش يقدر في المنطقة بها وجيم نهارده جيش وصل وقعد في المنطقة بها وجيم وبدأ يدرس الأوضاع بالضبط وبدأت العمليات تتعصى مخططة على 3-4 مراحل وشرحنا المراحل بكده تواجد ثم تأجهز بصرح السياسي بوسط رئيس الجمهورية مع الدول عشان اختراق اتفاق السلام ثم يعدل تمركز قواتي اللي حتحارب الإرهاب دون الاشتراك إلى أن يتم تنفيذ الأوامر بالعمليات ثم بدأت العمليات المخططة للقضاء على كل ما هو تم اكتشافه ويتم اكتشافه برحلية لأن الإرهاب دائما مخفي فانتنبت حتفضل تستمر لغاية ما انتهى عمليات تطبشت تماما هتلاقي برضو تأجهزات هندسية وحتلاقي معدات وحتلاقي الساحة وزخيرة وحتلاقي حاجات كتير جدة واحنا متوقعين الكلام ده لكن ان شاء الله جيشنا قادر على أنه هو يكتشف الحاجات دي خلال فترة تمشيط اللي جايد كلها وعشان كده رئيس الأركان لما شاف المهمة كده بعد بشافه على الأرض وبالطبيعة طلب من إيزة جمهورية في الستانتوى الصخفية اللي فاتت أن يمدله أجل التنفيذ لحين اللي تقم التمشيط لأن التمشيط ده باش منحكتين تمشيط الأرض وتمشيط السكات تمشيط الأرض من المتفارقعات والألغام المنصوبة على شهام تزهننا بخوات مسلحة أن أنا لا أطرق أرض سينة زي الصحراء الغربية لما ترقى الإنجليز والألمان دون تطهير من الألغام اللي حطوها والغاية دلوقتي لسه موجودة وعملنا مشاكل الدنيا فالنهاردة أنا التمشيط ده عشان أضمن تخش على التنمية الشاملة دون عقبات التمشيط الثاني إن أنا بفصل الإخوان الإرهابي اللي كان عايش في وسط السكان بالتهديد أنا بفصله عن السكان تماما دلوقتي وبسكن السكان كل في مكانه ظاهر نظيف من التعامل مع الإرهابيين أو الخوف منهم وبالتالي بدأت دفع تعودات وبدأت التنمية الشاملة تمشي للأماكن اللي تم تطهيرها وتمشيطها وإن شاء الله على نفس الموار سنكمل سنة كلها إن شاء الله بعد التطهير بعد التطهير سيناء من خفافيش الظلام سيتم التنمية والرئيس عمفتاح السيسي لا يا التنمية ماشي دفع بعدة مليارات من أجل دعم التنمية في سيناء في المرحلة المقبلة كل منطقة أنت بتنظفها بتحط في التنمية على طول ماشي معها دا معها على طول ودور أهلنا في سيناء وأهل سيناء كبير للغاية في دعم قواتنا المسلحة سواء بالمعلومة أو دعمهم والوقوف إلى جانبهم لأن أهالي سيناء يعني الوطنية في دمهم منذ قديم الأزل من وقت الاحتلال الإسرائيلي لسيناء ووقفهم ضد القادة الإسرائيليين هو تاريخ مشرف تماما لذلك نحن نقول أن كل الناس فيها الطالح والصالح إذا كان في بعض بينهم انزوى تحت طائرة الإرهاب تحت مظلة الإرهاب في النهاردة الأهالي والقبائل اعتبرت أن هذا الكلام كلام ضد مصلحتهم بدأ بعد عملية مسجد الروضة أن الإرهاب استهدفهم هما ما استهدفش حد تاني في بدأوا النهاردة بكل صدق وكل تعاون مع القوم السلح حتى ضد كان لهم أولاد في موضوعات الإرهاب وبيسموها عند القبائل تشويس الولاد يعني معادي من هم شطر عندنا احنا مش طردين لهم طرد طيب بالتأكيد يا فندم كل الأسلحة التي تم العثور عليها وكشفها من قبل أبطلنا في سيناء هذه الأسلحة يجب لدعمها دعم لوجستي محتاجة أموال محتاجة فلوس تأتينا من الخارج أو تأتيهم من الخارج زي نقطع هذا الدعم اللوجستي الذي يأتي للتكفريين في داخل سيناء لا احنا بقول الأسلحة والحاجات دي كانت تم دعبها عن طريق التهريب من حدود سواء من ليبيا أو من سنة جنوب وكان من ليبيا أكتر لأن ليبيا كان فيها مخزن سلاح كبير من أيام الخزافي طبعا طبعا وكانت وآيام الإخوان كان بيصدر الأمر من الناس الأمورية بالكونتينر كامل ممنوع التفتيش ويعبر قناة السواء من غير من غير تفتيش السلاح كليبيا كان كبير للغاية بنتكلم يا ستة لواء على 25 مليون قطعة سلاح أتفضل أكملك الحتة دي إحنا أجهزة المخابرات عندنا والأجهزة الأمنية بتعمل لصلاح البلد ببتعمل لصلاح الهاتف أمورية بتعمل لصلاح البلد فالنهار دا لما كانت تصدر الأوامر دي والعربيات دي أو الذكر كانت بتعدي بالأسلح والمعدات دي كانت تتابع إلى أن تتعرف المنطقة بس كان مخازن ما كانتش بتعرفها نتيجة أنها بتخش تقوى القبائل لكن النهار دا احنا خلاص بدأنا نفع بالموضوع كويس جدا بالتعاون مع القبائل وإن شاء الله يتم التصدير كاملا إن شاء الله القبائل في الشرق في سيناء وأيضا القبائل في الغرب في مطروح ضرورهم كان كبير للغاية وتعاونهم مع القوات المسلحة في تسليم السلاح أول ناس سلمت القبائل أول ناس سلمت السلاح كانت قبائل مطروح بالضبط لكن هو احنا بنتكلم على بعض المكرمين اللي هما بيستخرموا في التهريب الإرهابي دايما يركب على المكرم بتاع التهريب لأنه هو العارف ضرور الأرض لأنه الإرهابي ممكن يكون غريب عن المنطقة وبيتقه مؤكد غريب فهو بيركب على المهرب لأنه عارف الضروب بتاع الأرض وبالتالي عشان كده تلاقي البيان رقم واحد كان بيقول إيه تطهير البلد من غزور الإرهاب والمكرمين عشان اللي اتنين مقترنين ببعض ودعم الدولة الليبية في هذه الأونة هو مهم للغاية من أجل أمن مصر نحن بنتكلم على الجزئية اللي كنت بقولها لحضرتك بنتكلم على 25 مليون قطعة سلاح دخلت في الداخل الليبي يعني خمسة أضعاف عدد سكان ليبيا عدد سكان ليبيا خمسة مليون دخل لهم 25 مليون أيام القذافي شاري سلاح من روسيا بتلاتين مليار دولار في مخازن لم تستخدم فبالتالي كانت هي مخازن اللي استخدمتها القوى الكبرى في موضوع الرميل العربي طب في الختام يا فندم يعني كلمة توجهها الأبطال نفسينا اللي كانوا موجودين النهاردة بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي أقول لهم مبروك عليكم وزيارة الرئيقاء دي لها القوات المسلحة وأعتقد أنه هو شد من أذلكم وإن شاء الله للروح بعنوية العالية دي تكملوا مشهوركم بكل ابتكار إن شاء الله شكرك يا فندم شكرا جزيلا سيادة الواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق كانت هذه